من اول ما شفت رواية الدوائر الخامس وانا دماغي شغالها هل لي رواية بتدور في عصر قديم تحديدا مصر القديمة زي ما هو باين في الغلاف طب دي فانتازية ولا رعب الغلاف موحي جدا نقوش واهراماته بتاع الصلاحة الفضول خدني جدا وهاخدك معايا عشان كده تعالى النهاردة نراجع رواية الدوائر الخامس للكاتب اسامة المسلم يلا بي انا عرف الفيديو ده غريب بالنسبة لكم انا رجعت الجزء الاول من خوف فالطبيعي ان انا رجعت الجزء التاني والتالت ما عملتش كده وامتمراجع بستين عربستاني الجزء الاولان فانت قمت قيل ايه ده هيراجع الجزء التاني والتالت بقى ما عملتش كده برضه وامتجايلك النهاردة بالدوائر الخامس مع ان انا قريت الجزء التاني عصبط الشياطين والجزء التالت رياح هجر من بستين عربستاني اللي هي السلساء الاولى ده ليه لعدة أسباب الحقيقة زيان بقولك الغلاف كان شادت انتباهي جدا بتاع الدوائر الخمس ثانيا سألتك وقبل كده نكمل مراجعة السلسلة دي تضاربة الأقوال نكمل خوف وبعدين شوية ناس تقول لا خش في حاجات جديدة وشوية ناس تقول لا نراجع بقية بساتين عربستان فانتوا تلغبطوا ولغبطوني معاكم عشان كده هقولك سؤال الحلقة من دلوقتي تحب نراجع الجزء الثاني والثالث من بساتين عربستان ولا لا وفي حلقات منفصلة ولا حلقة مجمعة قل في التعليقات وانا بعد الفيديو ما اخلص هنزل نكمل كلامنا وبفكرك ان في الديسكريبشن هتلاقي مراجعة خوف وهتلاقي مراجعة بساتين عربستان وتعالى اقولك تفاصيل عمل النهاردة الدوائر الخمس للكاتب اسامة المسلم اصدار مركز الادب العربي عدبة صفحات 350 صفحة وتصميم الغلاف اسمه اجنبي كده مش قادر افهم ده ده تقريبا موقع يعني بس الحقيقة انا اشيد جدا جدا بالغلاف وبالظهر لتنين حلوين قوي 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 وبيعبروا بشدة عن محتوى الرواية لانا اتكلم عليه دلوقتي بدون حرق كالعادة بنبدأ قصتنا في تمانينات القرن الماضي مع اتنين شباب شغالين في محكمة شرعية بعد ترقية واحد فيهم بيقرروا يحتفلوا بمعاكسة البنات بيحاولوا مع فتاة شغالة في شركة بتصدهم بيمشوا فجأة بيعملوا حدثة بالعربية يتخيلهم انهم صدموا فتاة نقطع هنا ونروح لارض الكنانة شخص بسيط اسمه ابو احمد بيلاقي خاتم اغضر مألوف بالنسبة لقراء اسامة المسلم من بعدها حياته تنقلب عائلته تذبح ويزجن مدى الحياة ويقتل في زنزانته تتحرك حوالينا الاحداث كائن غريب بشعر ناعم طويل برضو مألوف للقراء ونبعد كده لخط درامي التالي مع فتاة امها مريضة واهلها بيتخلوا عنها لدرجة ان الام بتموت وبنشوف صدمة الفتاة ثم الانهيار بعدها ونروح لبيت غريب الاضاءة اللي قدامه بتتحرك بشكل مريب مع شخص بعينه وشيخ مزواج يعمل كدجال متنكر في هيئة قاضي يستغل نفوزه للزواج بالنساء وطبعا الطريضة الجديدة هي الفتاة اللي امها ماتت نورا ايه الرابط من الخطوط الدرامية الكتير دي؟ ايه سر الحوادث الغريبة اللي حصلت للفتاة دي بالتحديد؟ ايه اللي ورى جريمة القتل التقصية الغريبة اللي رثمت بالدم نجمة خماسية وفيها ذبح لأضحية بشرية تم بطريقة خوارقية ايه الخطر اللي بينتقل عبر التاريخ لحد تمانينات العصر الحالي وليه بيتتبع اشخاص بعينهم؟ والسؤال الاهم ايه هي الدوائر الخمس؟ كل الاسئلة دي واكتر اجابتها موجودة معانا في عمل النهاردة وانا هجاوبك على شوية منها في النقدة او المناشا فيالله بينا من اول الحاجات اللي لاحظتها هي عالم اسامة المسلم السينمائي اه حاجة كده عاملة زي عالم مارفل شخصيات خوارقيات احداث تفاصيل بتنط من كتاب للتاني ومن سلسلة للتانية عاملة رابط ما بينهم والموضوع ده ليه شقين لو انت قارق محترف قديم لأسامة هتحب الرابط دي هتستمتع انك تدور عليها بل ممكن اقولك بدون مبالغة ان انا كطارق ممكن مثلا اشتري لعبة زي مورتال كومبت عشان فيها شخصية ترمونيتر ديف شرف وانا بحب ارنلد في شخصية ترمونيتر فانا برضو نفس الكلام ولكن لو انا مش من قراء اسامة هل انا بقى مطالب بقراءة خوف وبستين عربستان وي 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 قبل ما اقرأ الدوائر الخامسة عشان اعرف اصل الشيطان والخاتم والحاجات دي الحقيقة لا الموضوع هنا متقدم كوحدة مستقلة لو قريت الباقي هتتبسط لو لم تقرأ فمتعت العمل كاملة من نقطة المتعدين نلاحظ ان الكاتب لعب على ده عبر عدة محاور زي التقطيع السينمائي في تعليقك او قطع المشهد عند نقطة فيها تصاعد للاحداث او نقطة محورية في كل خط درامي والانتقال للخط التاني عشان يفضل محافظ على تركيزك ورغبتك في معرفة المزيد وطبعا كمان عناصر الرعب والفنتازيا شياطين وسحر وقتل ودم الى جنب السرد المتوازي في الحفاظ على تساوي الخطوط الدرامية بدون ما واحد يضغع التاني وده صعب بالاخص مع تصارع الاحداث وجرعات الاكشن بالنسبة للشخصيات فيه شخصية لفتت انتباهي جدا زي شخصية عادل مدعي التدين اللي بيعمل قاضي في المحكمة ولكن في السر بيمارس الشعوزة والدجل بيستغل نفوزه لتحقيق رغباته غير السوية ولكن في نفس الوقت حواره دمه خفيف وممتع الى جنب ان في اسقاط عجبني جدا بس مش هتكلم عنه وان كان يحسب للكاتب بالاخص كمواطن سعودي وعجبني قوي ان عامله كقاضي واختيارنا لاسمه كعادل هو ابعد ما يكون عن مفهوم العادل شخصية كمان مميزة قوي شخصية نوارة او نورة والله هتطلع بط فيهم اللي هيقرأ هيفهم فيها الجانب الانساني عالي قوي ازاي عانت من الفقر وانفصال ابوها عن امها قصوة الحال ورفض الخال للانفاق على الاسرة لدرجة وفاة الامة عشان ما هاش حق الدواء جو عربية قبل ما توصلها للمستشفى وبجملة السواد الاورجانيك بقى عشان تبقى تقولي يا قصص طارق روايتك اصفار ملي من محرمة كلها سواد تقابل السواد يا بيس مواندس تروح تسيب امها وتروح تنام وتروح الشغرة تاني يوم شوف معانع الكاس السودوية على نفسيتها على التبلد اللي حصل لها انت فاهم ازاي الكاتب قدر يجسد عدم قدرتها على استيعاب الموقف وده يخليني اقول وااكد ان اسامة عنده قدرات ادب اجتماعي خارج نطاق الرعب والفانتازيا والاكشن والادلة كتير زي نقد المجتمع والتدين الذائف نقد الانسياق وراء الدجل والشعوزة واغفال اعمال العقل ده يأكد النظرية دي قلتها قبل كده اه هو مركز مع شريحة الناشئة ولكن هو متعمد يبسط الادب بتاعه عشان يوصل له من حتة اللافت انتباهي برضو التركيب والترتيب التاريخي لقصة الشيطان ديموس والخاتم مصر الاديمة الامبراطورية الرومانية بناء الازهر لحد وقت الروايا في التمانينات ونلاحظ قراءة اسامة المكسفة في التاريخ عشان فيه تفاصيل ممكن تعدي على اي شخص عادي او اي شخص عادي ممكن يكون عارفها زي اللي المعظم يعرف اهمية مصر او الاسكندرية بالتحديد للامبراطورية الرومانية انها سلت غير للعالم وهذا الكلام ولكن هل الكل يعرف انك عشان تزورها كنت محتاج تصريح رسمي للزيارة اعتقد لا وان كان برضو لو كنا بحسنا في هذه المناطق التاريخية كنا ممكن نلاقي حوادث اختفاء غمضة لو ضفرناها جوه قصة كتبقى احلى وبرغم الكلام ده نلاحظ برضو ان وصف الشخصيات ضعيف وزي ما اتكلمنا قبل كده في سلسلة الكتابة الابداعية ان في بعض المؤلفين بيفضلوا ان هما ما يوصفوش الشخصيات ويسيبوا الموضوع لخيال القارئ كل واحد يرسم الشخصية على مزاجه انا كطارق بفضل وصف الشخصية ده بيساعد وبيحفز الخيال الا ان الحقيقة انا لا اتسامح مع قلة وصف المكان لان ده اللي بيعزز سينمائية العمل وطبعا اللغة هنا في السرد العربية فصحة بسيطة كعادة اسامة بدون تقعر لمراعاة الفئة العمرية المستهدفة ولكن عندي وقفة في موضوع الحوار كان من نقاط اعتراضي المتكرر في الحلقتين اللي نزلوا والحلقتين اللي ما نزلوش كثافة الحوار في اعماله وطبعا اتكلمنا اكتر من مرة ان ده بيعطل السرد ويأثر بالسلب على الرواية بشكل عيني وبل يقربها من شكل السيناريو او المسرحات ولكن ملحوظة خاصة بالعمل ده بس بالنسبة لي انا على الال في انخفاض ملحوظ في مستوى الحوار بالتحديد في التلت الاول من العمل صحيح هو لسه كثيف بمقاييس الرواية ولكن بالنسبة لأسامة في تحسن ولكن في باقي الكتاب ترجع ريمة لعدتها القديمة سؤال هل نورة او نوارة اسم فرعوني او مصري قديم او كيميتي؟ سؤال ده يوصلنا لبعض الهنات اللي قابلتني في العمل مطبوص التكريبة ولكن لقارئ بايخ زي حالاتي حيلحظها حيلحظها زي ما قلنا اسمه نورة او نوارة ها كمان الشيطان ايه الديجيتال ده؟ اللي هيكلمني في التليفون عشان يقولي لن تمسها لن تمسها طب ما يبعثلي على الواتساب احسن علامة استفهام تانية ليه اصلا تقوص شيطانية زي النجمة الخماسية والتمثيل بجثة الحمار طالما ان الشيطان مرتبط بالخاتم بدون تحضير حتى كمان ايه حدود قدرات الشيطان ده؟ يعني الشيطان ده مش بس بيقتل وبيتبح لا بيتشكل على هيئة بشر قدرات جسدية خارقة عمر مديد من ايام المصريين القدماء لحد التمانينات التسبب في نزيف وغيبوبة هو قوي اه والمفروض ان تبقى اللبستين هو واحد من اقوى الشياطين ولكن الى اي حد هل اوبن بوفي كده؟ نقطة كمان قبل ما نخش في الخلاصة التصارع المؤدي للنهاية عجب خدني في خط ضرامي منطقي ومتكرر وصالح في الامور اللي زي دي اللي فيها خوارقيات الاستعانة بخبير وضع خطة على عدة محاور وهوب خدت الساطمة انا بقى خدت الساطمة فاعجبتني والجنب كمان الخبير مش عارف ليه او حالي اللحظة ان هو رفعت اسماعيل في نفسه شوية هو مفيش ترميح بده بس وصل للإحساس ده وتعالى بقى نروح للخلاصة خلينا نسأل سؤال ما هي فائدة رواية الفنتازيا؟ هل المطلوب منها تعلمك تاريخ وفلسفة او علم نفس؟ ولا المطلوب منها تديلك متعة وتنتشلك من الواقع الحياة السؤال ده عشان انا بستغرب من الهجوم اللي بتعرض ليه مؤلفين رواية الفنتازيا؟ رواية موجود فيها حدث سريعة تطور او التواءل الحبكة متعة حقيقية لو انها جاحت انها تعلمك وحاجة خير وبركة ما عملتش ده مش دورها مش المفروض انك تاخد معلومة من رواية اصلا عشان كده رواية الدوائر الخمس لأسامة المسلم رواية فنتازيا بعناصر رعب سريعة الايقاع بل بقيقاع لاهث من اولها الاخرها مع تحضير تاريخي مهم لخلفية الشيطان ديموس والخاتم الاخضر الموجود في عالم الكاتب وطبعا جرعت الحوار الكثيفة بعد الثلث الاول من الكتاب بنهاية خاطفة سريعة غير متوقعة وانجيت لحق منطقية وفتحت عندي تساؤل غريب شوي ده كتاب كامل بيتعامل مع واحد من اهم شياطين اسامة في سلسلة بستين عربستان وانا ما اردش كل اعمال اسامة لسه هل عنده كتب تاني بتتناول بقي اعضاء عصبة الشياطين اللي هي الجزء التاني من بستين عربستان لو عارف الاجابة اقوليه في التعليقات نتكلم مع بعض مستفيد ذلك لان احسن التعليقات ترشيحات ومراجعات بتطلع مجتمع كوكب الكتب يعني انت ما انساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك وتشير هذا الفيديو اما بعد او عاستوش بيع القرن لجواك وتختار كتابك اللي جاي صح فايزهر قدامك على الشر دلوقتي سلسلة مراجعاتي لأسامة المسلم راح تفرج عليها اشوفك هناك سلام اشتركوا في القناة